بين وقفات احتجاجية ونشاط يومي لم يتوقف ما تزال أمهات المختطفين في انتظار الإفراج عن أبنائهم عام من النضال السلمي وعام من تشكيل الرابطة التي مثلت الصوت الأول لمناهضة انتهاكات الميليشيا في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى وأمام صمت حقوقي كبير وانتهاكات تطال العشرات كل يوم في السجون وصلت إلى مستوى التعذيب أحياناً وإلى التصفية الجسدية أحياناً أخرى ما تزال هذه الرابطة تمثل النافذة الوحيدة لرفض جميع الانتهاكات إدانة الجرائم بحق المختطفين في السجون وإحالة القائمين بالاختطاف إلى المحاكمة الدولية كانت من أهم المطالبات التي رفعتها الرابطة منذ تأسيسها وفي الوقت الذي ظهرت فيه جماعات تستغل الظروف النفسية والمعنوية التي يمر بها أهالي المختطفين والمخفيين قسراً في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى من خلال طلب مبالغ مالية باهظة مقابل الإفراج عن أبنائهم جاء تحرك رابطة أمهات المختطفين كضرورة حتمية للحد من حملات الاحتيال تلك غياب النشاط الحقوقي وتغيب فاعلية أدواته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحذين جعلت الرابطة تتحرك في أكثر من اتجاه علها تجد طريقاً تستطيع من خلالها الإفراج عن أبنائها منذ أكثر من عامين الرابطة التي توزع نشاطها وفرعها في أكثر من محافظة يمنية أطلقت تقريراً جديداً طالبت فيه المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً وإلزامهم بالتوقف عن الاختطافات والإخفاء القسري للمدنيين فيما أكدت في تقرير حمل اسم أمهات أمام أبواب السجون استمرارها في نشاطها الأسبوعي للمطالبة بإطلاق صراح المختطفين ما تزال أمهات المختطفين تمثل النافذة الوحيدة لمناهضة حملات الاختطاف والإخفاء القسري التي يقوم بها تحالف الانقلاب بحق العشرات يومياً وأمام وقاع عقمع متكررة مشاهدها ومتعددة أدواتها تبقى رابطة أمهات المختطفين بمثابة قبس النور المتبقي لمناهضة كل هذه الانتهاكات